مرحبا، اليوم نحكي عن المهن اللي وعدكم فيها فيك تعمل فيها مصاري كتير أول ما تجي على كندا أو المشاريع اللي صغيرة اللي فيك تبلش فيها إذا بتحب تبلش بمشروع إذا كنت قادم جديد أو مقيم دائم أو حتى إذا كنت كندي هذه الأفكار موجودة ولكن في منهم مش معروفة عند الناس اللي هيك هنشرح شروطة وإديش بتقدر تعمل بالشهر خلينا نبلش بأول option أو أول خيار خلينا نبلش أول شي بحارس الأمن أو السيكوريتي غارد اللي تقريبا بياخد 3000 دولار بتورونتو بس ولكن فيه شروط معينة وسهلة إذا كان الشخص هلأ أوصل على كندا أو إذا كان موجود وحابب أنه يعمل مصاري بطريقة سهلة أول شي لازم يكون عمرك 18 سنة تكون مؤهل للعمل بكندا وطبعا القادمين الجزد حيكونوا مؤهلين للعمل أو حتى الناس الموجودين هون لازم يكون عندك clean criminal record يعني ما يكون عندك أي مشاكل ما عندك أي مخالفات ما عندك أي موضوع متعلق بالجرائم يكون عندك استعداد أنك تدرس فقط 40 ساعة يلي تقريبا تحتاج أسبوعين أو عشرة أيام للتمون وعندك امتحان تقريبا بـ 75 دولار كندي أول شي بيكون عندك الموضوع الدراسي اللي هو 40 ساعة وفيك تخلصهم تقريبا بعشرة أيام مثل ما حكينا بعد ما تكون جاهز ودرست هالـ 40 ساعة بتقدر بعدين تعمل الفحص مثل ما حكينا تدفع 75 دولار تأخذ الشهادة وبعدين تبلش تقدم على عمل وطبعا العمل كتير مطلوب بقلب كندا وحتى بمقاطعات تانية وطبعا سأترك الرابط للمعلومات هاي بصندوق التعليقات أو بصندوق الوصف الفكرة الثانية هي الـ liquidations يعني إذا كان عندك مثلا 1000 دولار حتى 500 دولار فيك تبلش فيه ناس بتحب تبلش للبزنس الخاص طبعها لهيك بيقدروا أنه يشتروا Amazon Returns هلأ بكندا ما موجودين فيه ناس عم تجيوا من أميركا المقصود أنه بأميركا فيه أكشنات أو مناقصات على مستوى كبير وخصوصي موضوع الأمازون ولكن في حل لموضوع كندا أنه موجود عندنا مستوداعات كبيرة فيها مثلا كاراتين أو بوكس كبيرة كل بوكس مثلا فيها الإلكترونيات الملابس بأسعاد زهيدة يمكن 500 دولار للألف دولار 2500 3000 دولار فيك أنك تشحنل عندك على البيت مثلا بكندا وتبيعها على الفيسبوك ماركت بلايس أطع أطع تصورهم تحط مواصفاتهم وطبعا الناس بيجوا بيأخذوهم أو أنك تعمل خدمة التوصيل أو تبيعهم على الكريغليست أو على الابليكيشن مثلا كجي جي وهيك إذا اشتريتها مثلا بألف دولار ممكن تبيعها ب3000 دولار خلال شهر فكرة البزنس الثالثة اللي ممكن تعمل لك 7500 دولار مبدئيا بعدما يصير عندك خبرة ممكن تعمل حتى 10,000 دولار شهريا هي كتير بسيطة وما بتكلفك شي أول شي اسمها يعني مثلا فيه ناس عندهم جنب بيتهم وين بيركنوا السيارة أو بيصفوا سيارتهم ويسموها لدرايفوي هذا المكان بحاجة تنظيف دائما وحتى حوالين البيت بحاجة تنظيف فبيكون هذا الانبوبي اللي هو بيضغط عالي بيخرج منه مي وبينظف المكان كامل مثل ما لكم شايفين أما بالنسبة للنوع الثاني نفسه ونفس الماشين أو الآلة لكن بتكون مياه ساخنة وهيك بتنظف أكتر فبيكون لتشارج أو بتاخد من الزبون أكتر بنحكي على الطريقة الأولى تقريبا بتاخد 150 دولار للـ 200 دولار حسب ممكن تكون فيه فنس يعني الحاجز أو السياج تنطفه أو مثلا سطح المنزل أو مثلا مكان القراج حسب ومن تنظف بتاخد منهم تشارج معين فإذا كل يوم بيكون عندك شخص واحد فقط تقدر تعمل 7500 دولار إذا كانت خبرتك لسه جديدة بالموضوع ولكن إذا حابب أن يكون عندك تبعا الهيتت اللي هي المي بتكون سخنة لما بتطلع مع ضغط كبير طيب بتنظف أكتر فبتاخد أكتر منهم أقل 250 دولار وممكن 400 دولار حسب مساحة البيت حسب المهامي لازم تعملها بالبيت وحسب طبعا الوقت اللي حتقضيه فهذا كله بلعب عوامل بالسعر طبعا أنا بنصح أنه تعمل ترخيص لأنه مثلا فيه ترخيص بيكون فورا تحت اسمك بـ 80 دولار وفيه ترخيص تاني بـ 250 دولار ترخيص طبعا 250 هي المؤسسة طبعا بتقدر أنك تحمي نفسك أكتر إذا كان فيه أي سوء تفاهم بينك وبين الزبون أما تبعا 80 دولار فإذا صار أي موضوع قضية أو أي ضرار أو أي مثلا أضرار بتتحملها أنت بس إذا بيكون عندك الشركة النوع الثاني مثل الـ LLC الموجودة برات كندا بتتحملها هي الشركة أما بالنسبة لسعر الماشين أو الآلي التي تستخدمها تقريبا بين 250 دولار للـ 400 دولار أما استخدام المياه بيكون من الزبون نفسه يعني بتاخد المي من صاحب البيت قبل ما أني هذا الفيديو حالكم أنه سأترك بصندوق الوصف الروابط لهذه الآلات الروابط لموضوع شهادة السيكوريتي كارد أو أعضابة الأمن معلومات أكتر عن موضوع شراء البضايا حتى في ناس منعرفهم منهم بتورونتو ممكن أنك تتصل فيهم وتتناقش معهم على السعر وتروح تشوف المستودعات الموجودة وتختار الشيء اللي بيناسبك إذا كان عجبكم المحتوى لحتى نعمل جزء تاني وأفكار جديدة للبيزنس للناس اللي قادمين الجدد أو للناس اللي موجودين بكندا تركونا تعليق بمكان تعليقات أو إذا عنكم أي أسئلة فيكن ترسلونا إيميل شكرا كتير القوم وطابعكم